يعد مركز بابا مصطفى بالعاصمة الجميلة من أبرز المراكز الجادية لحيوظ التراث الجادي حول هذا الموضوع سلط الزميل عبدالله هارون برما الضوء على هذا المركز هذا الإطار الذي جمع رجال الثقافة والقبرة في مجالات المصرحة والفنون الغنائية في بيت يسمى بابا مصطفى والذي أسس في أحد الاستغلال تحت مسمى نادي الشباب وفي عام 2006 هو لابي اسم بابا مصطفى الكاتب الذي ساحم في نشر الثقافة الجادية في المصرح الإفريقي بابا مصطفى هو أول نارو ما لقياه بري أنا تياتر أنا أفريك هذا ما تول وأول دا بري مش الكيرا تشاد أول نارو ما لقياه وده بس يعطو قطو أسم دا لبابا مصطفى حذر الكاتب تناول عدة محاور اجتماعية أولى رواية له تحت مثم أشواق مكري كما ساحم في المنافس الدوري الحادي عشر في المسرح الإزاعي الذي نظمته إزاعة فرنسا الدولية في عام 1975 وقد تحصل بابا مصطفى شحرة واسعة بحيث أصبح الممثل الشادي أما رجال الأدو والكتاب والباحثين عقفوا عن دراسة روايته والذي أثر به المكتب الثقافي بمركز بابا مصطفى وهو الشاب الأديب الشادي الكبير وهو يمس الرمز لأسرته المتواضع ولد بابا مصطفى الأديب الشادي في عام 1952 بقرية بوكو شمال الكاميرون وكان يدعى محمد مصطفى ودرس بجامعة سربيون في الهقوق ثم انتقل إلى جامعة باريس وحصل على ديبلوم عالي في العدب ثم عاد إلى البلاد وشغل منصب نائم وحافظ شاربا جرمي ثم انتقل لعمل النادي بعزاءة فرنسا الدولية بعيد الأحداث التي شهدتها البلاد في عام 1979 كما عمل ممثل مصرحي حتى عام 1978 وأقل ضدابد الاشتحقاق المدني ورحلان عالمنا إصر حادث مروري أقضى بحياته في عام 1982 وهو في السلاسين من عمره فريق أس ميري اعتذل الساحة الرياضية قرابة لعشرة أعوام فمع الأسباب التي أددت إلى عدل ساحة الشريعة حول هذا الموضوع سلط الزميل لعباس أباكر مصطفى بالتغذية التأمين بعد غياب دام قرابة عشر السنوات على المستطيل الأخضر نادي أس ميري يعود من جديد إلى الملاعب الرياضية للمشاركة في البطولة كرة القدم لمدينة أنجمينة في الدرجة الثانية استعدادات وتحضيرات الفريقة تدل على جاهزية لعبي أس ميري في الانخراط في أجواء منافسات البطولة هذا ما أكده مسؤول فريق أس ميري على لسانه حامد أنجمي الذي أفاد بأن البلدية قد خصصت ملعبا للفريق لمواصلة التدريبات داعيا محبي رياضة كرة القدم إلى مساندة الفريق للمضيق وعليه فإن أس ميري تم تأسيسه منذ التسعينات وقد شارك في العديد من البطولات قبل أن يدخل في ثباته العميق الذي دام قرابة عشر السنوات بهذا الخبر رياضينه معكم هذه النشرة دونتم في رعاة الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله